نقرأ لأثير ناظم في المدى العراقية مطحنة الديمقراطية ويتساءل الكاتب في مقاله هل سيبقى العراقيون ضحايا ديمقراطية زائفة؟ هذا ما سوف يحدده الناخب العراقي خصوصا أن هذه الدورة الانتخابية المقبلة إذا ما أجلت بناء على رغبات الفاسدين ستكون الفيصل لإنهاء هذه المسرحية التي كتبت فصولها بأياد غير العراقيين وأن يحدد الشعب خياراته وفق المنطق والمصلحة الوطنية لترسم خارطة عراقية جديدة بسيناريوهات مختلفة عراقية حقيقية خالية من الانتماءات الضيقة والفرعية